بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى الجلساء بيصنعوا حياة الإنسان في جزء كبير من حياته في بعض الإنسان ممكن يجلس مع جليس يخليه منور يخليه في أسعد حالاته وإحنا في وقعنا المعاصر عندنا مشكلات كتيرة بتواجهنا محتاجين إن احنا نفرز الجلساء اللي احنا بنجلس معاه وإحنا النهاردة نتكلم عن جليس بس خليهنا نتكلم شوية على اللي حصل لنا حصل لنا مشاكل كتيرة ومش لقي إلا حل ومع إن الحلول بتبقى في بعض الأحيان حلول ريبة وبسيطة وسهلة ولكن احنا دايما بنشتك إن احنا مش قادرين مش قادرين إيه؟ مش قادرين نكون مطمئنين على أولادنا فمنخاف على أولادنا وبنخاف كمان على نفسنا وبنخاف إن احنا ما نقدرش نعيش الحياة بطريقة متزنة إحنا كمان بنخاف على نفسنا إحنا إن احنا ما نعيش الحياة بطريقة متزنة وإننا نفقد الطاقة اللي بنتعامل بيها مع الحياة فهي بمخزوننا اللي بتعامل بيه مع الحياة ينفذ هل الجليس اللي هم أكلمكم عليه هو خفنا؟ لا لسه بس من المؤشرات اللي بتدل على إن احنا أصبحنا في خطر شوية وإن خفنا ده خف محتاج إن احنا نقعد معه ونتكلم عنه شوية وإن احنا أصبحنا محتاجين شوية إن احنا نصبح مستقرين وعندنا حالة من حالات الهدوء إن حصل اضطراب شوية 2-3 فأصبح من الطبيعي عندنا إن احنا نقبل ونعيش ونتفق مع فكرة العلاج الطبي النفسي للأطفال وده مؤشر صحيح؟ العلاج الطبي النفسي للأطفال حاجة مش عيب بس إحنا كمجتمع عندنا وصمة للمرض النفسي ونتطر اضطراراً إن احنا نودي أولادنا عشان العلاج النفسي فده يعني إن أولادنا أصبحوا في دائرات الخطر بشدة فبقى بعض أولادنا في مجتمعنا بيعانوا من الترابات النفسية فنلاقي طفل عنده خمس سنوات رايح لطبيب نفسي وده مؤشر خطر ومن أهم الحاجات اللي كمان ممكن نعتبرها مؤشر خطر عندنا إن التربية اللي بنربيها لأولادنا ماشية في طريق يفسد التربية اللي هو طريق إيه؟ هدم السوابت لما علمنا أولادنا في بعض الجامعات اللي بتتبنى إن الشك ده أساس في التفكير وفتكرنا إحنا بكده بنوسع أفاقهم وبنربيهم على التفكير المنفتح لبن مينت ونسينا إن الحياة ما بتتبنيش على المتغيرات بل جزء أساسي من بناء الحياة هو الثوابت فإحنا ما بنبنيش على المتغيرات بس إحنا بنبني حياتنا على الثوابت والمتغيرات ودائماً بندعي إن ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا بالقول الثابت وتعلمني أن الله سبحانه وتعالى قال يثبت الله الذين أمانوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكن إن إحنا تتحول حياتنا كلها إلى متغيرات فيتشتت الإنسان ويضيع ويبقى كمان القيم مع إن إحنا نقول عليها نسبية أصبحنا في مهب الريح ومن أهم السوابت في حياتنا ثابت مهمة أو أو أوي علمونا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا لا يؤمنوا أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هو تجليس اللي احنا نتكلم عنه من أهم ثوابت حياتنا اللي ابتدى يخف عندنا حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وده من أهم الثوابت اللي في حياتنا المصريين تروا عمرهم عايشين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة إنهم بيقولوا اسم النبي حرصك وصينك لما حد يحصل له حاجة تخوفه معنى ده إن المصريين كانوا بيعيشوا ويدخلوا في أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وده ما كانش إلا جزء من الاتزان النفسي اللي عند المصريين والصلابة النفسية وعمره ما كان من عقلات الخرافة بل كان من تمام تحقق المصريين بالإيمان بالله ورسوله كانوا يشعروا شعور عميق جدا في داخلهم يسل إلى عمق قلوبهم إنهم في أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا